اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد كما ينبغي لقدره ومقداره العظيم اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله اللهم أخرجنا برحمتك من ظلمات الجهل والوهم وأكرمنا بأنوار العلم والفهم واكشف لنا عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم في رحلتي القصيرة في طلب العلم رزقت بمجموعة من المشايخ اللي نقلوا الواحد ببركة سنة النبي عليه الصلاة والسلام من الظلمات إلى النور ومن ضيق اللث في فلك النفس لسعة السير في طريق ربنا سبحانه وتعالى ومن ضيق الانشغال بالخلق لسعة الانشغال بالخالق حتى صارت أحوال الخلق القريب والبعيد المقبل والمشغول صارت كلها كده مرادات ربنا سبحانه وتعالى وكلها خيرات من ضمن المعلمين اللي ربنا أكرمني بيهم مجموعة من المعلمات يعني عندي في القرآن معلمة وعندي في التدريس معلمة عندي في اللغة معلمة وعندي في الكوتشنج أكتر من معلمة وسبحان الله من رحمة ربنا وكرم وأما بنعمة ربك فحدث كان للمعلمات النساء طبعا جنب أسدتنا ومشايخنا كان ليهم بصمة كبيرة جدا من ضمن معلماتي اللي علموني كوتشنج أستاذة رانيا أبو ربيا ست ثقيلة في العلم وأنا كل يوم الصبح كده إيه بابقى عايز أشوفي كاتبقى إيه على صفحتها ويمكن خاطرة الفجر النهاردة بتدور حوالين كلمة كاتمكتوب على صفحتها تقريبا بتاريخ 21 إبريل كانت كاتبة على صفحتها أنا عملها سي فيرست كده فبشوفها على طول كانت كاتبة ويمكن خاطرة الفجر النهاردة حوالين الموضوع من الأرواح من إذا ملكتك ملأتك وإذا آوتك داوتك وإذا أحبتك أحيتك سواء كان ده الكلام الثامين ده كلامها أو نقلاه عن حد نشكرها أن هي وصلتها لنا من الأرواح من إذا ملكتك ملأتك وإذا آوتك داوتك من المداوة لما تقويك تداويك وإذا أحبتك أحيتك من الحياة الحقيقة أنا لما قرأت الكلام ده جيف بالي يا ربنا وجيف بالي بعض البشر بيعملوا كده بس أنا مشغول دلوقتي برؤية ربنا في الحتة دي زي ما المشايخ علمونا أي صفة حلوة شوف ربنا بيعملها إزاي الأول من ضمن الحاجات اللي ربنا دايما بيعملها معانا إحنا كعباد لي أن كل نقص عندنا ربنا يكمله حتى يظهر الإنسان في علاقته مع الله كأن العلاقة كاملة بس أنا دافع جنيه وهو دافع مليار مثال تقريبي يعني أنا زرت مرة وهو جه مليون مر فالعلاقة شكلها مليانة مودة مني حتى قد كده ومنه أكبر حتى لما أنا حاول أصلي أو أذكر وأأثر شوية وادلع شوية وعصي شوية يقول لسيدنا النبي قلوهم كده قلوهم تعاملي مع نقصهم في السير إلي بالمنهجية دي إيه يا سيدنا محمد السنة وحي نحن علمونا المشايخ كده القرآن وحي والسنة وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نيوح قال صلى الله عليه وسلم قال الله في الحديث القدسي من تقرب مني شبرا أنا عايف أن أنت حافظ بس شوف مين اللي بييجي المين وشوف مين اللي مخلي العلاقة حلوة من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا بعيد عن ربنا خلينا نتكلم مع بعض عارف لما تحس إن حد حب اللي أنت عملته إحنا كبشر عارف لما تحس إن أنا ما صدقت إن أنت جاي فأثرت لك المسافة طب أنا محتاجك أنا محتاجك فما صدقت فتكرتني عشان أنا محتاجك ربنا ليش محتاج لحد ربنا بيقول إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم آه حلو ده حلو نبقى جنب بعض فمن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا يعني مسافة ذراعين ضعف المسافة كمل كده ومن أتاني يمشي أتيته وهرول هرولة كما يليق بالله ما نعرفش أنا لما هرول يعني أجري بسرعة أو أمشي بسرعة أمشي بسرعة عشان فيه حاجة عايزة لحقها الهرولة في حق الله كما يليق بالله ليس كمثله شيء بس متخيل إن إله يقول إن أنا بهرول على عبادي أنت متخيل إحنا فين؟ متخيل لما رب الأكوان يقول لك أنت بس أنت يعني يحاول كده وأنه هرول عليك تعرف هو ربنا عايز يحسسك بإيه؟ تجاه نفسك وتجاه العلاقة معه وتجاه اليسر اللي هو أراده ومن الأرواح ده بقى ربنا بقى مش أرواح من إذا ملاكتك ملاءتك شوف المالك سبحانه وتعالى بيملنى بإيه؟ لو أنا فقير ومعايش فلوس وده نقص محتاج لكم أكل واشرب يقول لي تستنى ما تقولهم مش أنا أقولهم الأول في رسالتي لهم في القرآن في رسالتي لهم هكلمهم عنك كتير وكلمهم عن احتياجاتك بس اللغة اللي أنا هكلمهم بيها عن احتياجاتك ما تخطرش على بالك اعتبر أننا ما نعرفش القرآن تتصور ربنا بيطلب الفلوس ازاي من الأغنية للفقرة من ذا الذي يقرض الله قردا حسنا الصحابي سيدنا أبو طلحة لو ما خنتنيش ذاكرتي قال يا رسول الله آه الله يطلب مننا القرد هو في كده آه ما هذه التنزلات الربانية عشان قلبي يتحرك ممكن كان ربنا يقول ادوهم يا إما الفلوس دي هتتشيو بيها في نار جهنم وكان يبقى كلام ربنا اللي على رأسنا من فوق لكن ربنا يقول للغني اللي أصلا فلوسه هي فلوس ربنا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم يقول له سلفني من ذا الذي يقرض الله قردا حسنا طبعا العلماء يقولوا حسنا يعني لما يجي يعطي الفقير انت بتعامل مع ربنا بقى في الفقراء أغنى الأغنياء انت بتعاملوا في معاملتك للفقراء فتديله بكرم وبابتسامة ومشو انت زهقان من غير ما تمن عليه حتى ان الصالحين كانوا يعلمون تبقى ايدي هي لتحت وتكون اليد العليا هي يد الفقير حتى يشعر انه صاحب اليد العليا فتديله من تحت كده وكأنك بتستأذنه يقبل منك عطاء الله لو انا عاصي العاصي اللي بيغلط كتير ده نقص من اذا ملكتك ملاءتك حتى العاصي يا ربنا بيملاف الثقة في الطريق فربنا لما يحب يشكر في حاجة يقول النعمة نعمة يعني اعلى شكرانية عارف ربنا قال ايه قال نعمة لعبده انه اواب الاواب كثير الرجوع عشان كده انت لازم تحفظ الكلمة دي لما واحد راح للحسن البصري قال له بغلط وبرجع وبغلط وبرجع ده اسمه ايه قال يا بنيا هذا حال المؤمنين تواب اواب وكأن ربنا بيقول لك كل ما غلطاتك تكتر كل ما تشوف مني سعة في قبولك كما انت بس خليك دايما معاي رجعلي من اجمل ما اعشق في ايات سورة النساء ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيمة احب خمس ايات في سورة النساء لسيدنا عبد الله بن مسعود كان يقول في خمس ايات اغلى من الدنيا بالنسبة لي منهم ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله ربنا زي ما هو مش تغير يجد الله غفورا رحيم طب لو مريض انا لو مريض هبقى نفسي الناس ما تسيبنيش لوحدي لان الاعدل واحدي على السريلي كده وحوالي الدواء او في المستشفى بحشتوني بس انا مش هاعد اكلم الناس ولهم تعالوا زوروني فربنا يقول ما تكلمش حد انا هرصد لهم اجور تخلي اللي يعرف انك مريض لو عايز منفع في الدنيا والاخرى يجيلك قال صلى الله عليه وسلم من عاد يعني يزور مريضا بكرة يعني بكرة يعني الصبح استغفر له سبعون الف من الشيخ ولا عالم ولا مؤمن استغفر له سبعون الف ملك حتى يمسي زورة واحد ساعة نشر الظهر لغاية ادن المغرب ستة ونص الملايكة عملة تستغفر ليك ومن عاد مريضا عشية بالليل استغفر له سبعون الف ملك انت متخيل يعني سبعين الف يعني ملك بيقول لك بيقول لربنا سامحوا يا رب ورب الملايكة غالية عند ربنا سبعين الف بني آدم سبعين الف ملك بيدعو لك ان ربنا يغفر لك اروحي اشوف فين بقى سيئات يوم القيامة لما سبعين الف ملك طب كم مرة زورت مريض وبالتالي شوف انت زورت عشر مرضى مثلا في اخر عشر سنين عندك سبعمية الف ملك بيدعو لك كل ده ليه عشان المريض لا يحوج انه يتصل بحد انا اجيبهم لك لغاية عندك لغاية عندك واللي ما يزوركش يوم القيامة ربنا يقول له كما في حديث البخاري انا كنت عيان وانت ما جيتش زورتيني فيقول له حضرتك ازاي ازوحرك بتاعي عبدي مريضت فلم تعودني ربنا بيتكلم كده ليه لان الكلام ده بيخاطب القلب بيخليه ينفعل انا مش عايزة ربنا يقول لي كده انا عايز حبيب اللي عيه ده ابقى خادم لي مش بس ازور مريضت فلم تعودني كيف اعودك وانت رب العالمين اما علمت ان عبدي فلان مرض اما علمت انك لو زورته او عودته لو وجدتني عنده طب واحد مات بقى من اذا ملكتك ملاءتك واذا اوتك داوتك من المداواه طب الميت ده بيأوي الى الله ما عشان يعرف يا جماعة اللي في البلد تعالوا وصلوا علي يا ناس اللي كنتم معايا في المدرسة دعولي يا حبيبي يا بتوع الفيسبوك اكتبوا عني عشان الناس تفتكرني يا اللي طلع تعمل حج مش هتعرف تعمل كده انت موتت خلاص انا هكملك لكن نقصدها اولا وملك الموت نازل لربنا يوصيه تخش عليه دخلة حبايب تخضوش بسم الله الرحمن الرحيم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم موصيه يوكل حد يوصيه وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون والصب قال له تخش عليه تقول له سلام عليكم عشان يحس بالسلام تحية السلام والاسلام تقعد عند راسه كده والطبطب عليه وتكلمه بطريقة طيبة بسم الله الرحمن الرحيم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون يلا رايحين للجنة ملك الموت يقول كده للصالحين ربنا موصيه والاحياء اللي هيجي يصلي على حبيبي اللي مادة هيرجع معك جبل احد حسنات قال صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة رجع بقيراط من الثواب مثل جبل احد جبل احد ده قطره 22 كيلو وارتفاعه 1883 متر تقريبا ده وزنه كم مطن في مزان حسناتك شن صليت على واحد مات حاسس انه ضعيف محتاج حد يدعيله ومن شيع الجنازة حتى تدفن رجع بقيراطان من قيراطين فكتر خيرك سيدتي الكريمة يا صاحبة هذا الكلام اللي بيحيي القلوب احنا خدنا على ربنا النهاردة فمش الارواح الله اذا ملكك ملأك واذا اويت اليه داواك واذا احبك احياك من الارواح من اذا ملكتك ملأتك واذا اوتك داوتك واذا احبتك احيتك الحمد لله على معلمين والحمد لله على كل شيء يلا بينا نقرأ بسرعة اسئلة حضراتكم من مبارح عايزة جاوب على كم سؤال السيدة الكريمة نور بتقول هل حب الانسان لنفسه يتعرض مع فكرة الايثار طبيعي اي حد يحب نفسه اكتر ممكن نتنازل فقط للأقربين الاصل ان الانسان الطبيعي انه يحب نفسه سيدنا النبي قال كده لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه لنفسه فاثبت ان الطبيعي تحب نفسك بس طلب منك حاجة اللي بتحبه لنفسك حب انك تشوفه مع الناس فلو عايز الناس تحترمك احترمهم تكرمك اكرمهم محدش يخضر بيك ما تخضرش انت كمان ان عايز تشبع شبع الناس لو انت قادر ففي بعض الاوقات اختيارا بيختار الانسان انه يفضل اللي قدامه على نفسه زي ما بيكون مثلا وانت في المواصلات وما فيش غير كورسي واحد تفضل يا حجة تفضل يا اختي تفضل يا سيد تفضل يا صدد صحبي ممكن يبقى قوي برضه وشاب يعني ساعده مكاني وانا حاسس كده ان انا في قمة الشعور بان انا بخدم عباد الله ده مش معناها بحبش نفسي في بعض الاوقات حد هيجي يطلب مني مشوار معاه هقارم ما بين المشوار وامتحان سنوية عامة بتاع بكرة اقول لا انا هنا نفسي اولا هقارم ما بين المشوار واعدتي ان محتاجة استريح عشان بكرة عندي شغل هيب هنا نفسي اولا فالاثار لا يتعارض لكن في بعض الاوقات لا لا هممكن اجي على نومي واجي على نفسي عشان خدمة حد يستحق فهي مواقف وكل ما الانسان ياخد خبرة في الحياة ويوفق من الله بيوازن ما بين حب النفس والاثار كارين بتقول اتعامل ازاي مع الشخصيات النكادية الحزينة لما تعلمنا يا كارين من مشايخنا في الطريق الى الله علمونا ما يسمى بالتفاهم او التقبل جمع علماءنا بقى اللي علمونا كوتشينج اللي علمونا بعض العلوم الحديثة مسألة الاكسابتنس ان كل واحد جاي منين جاي منين مش جاي منين مكان جاي منين حزنه اتربى غلط اتربى بطريقة قاسية اتربى بطريقة يقرى الامور دايما بخوف تصرف او تفير دايما من منطلق الخوف لا يشعر بالثقة في نفسه فدايما حاسس بالحزن انه ملوش بصمة فساعات لو الشخص ده ما تعرفيش تستغني عنه يبقى اختبارك كان ابوك كده كان اخوك كده كان والدتك حد من الاصدقاء المقربين جدا اللي بينكم عشرة طويلة تفهمي موضوع الحزن ده وبلاش نخش كتير في فكرة عد النعم اللي عندك وانت احسن من غيرك بكتير تصرفي انت بطريقة فيها استبشار ولما يبث احزانه اسمعي كده بنوع من الحضور وجنب الحضور عكس الحضور بسمه الماين بلوك انت حاضرة لكن في نفس الوقت الحزن ده لا يخترقك تبقى متفهمة ان دورك تستمعي وتشاوري على حاجة بارقة كده شيء يعني ايه كأنك تشاوري كده ايه على حل ايه رأيك لو عملنا كذا طب ايه رأيك لو فكرنا بالموضوع بطريقة مختلفة ده يعمل ايه بقى رحلة توسع على الصدر ورحلة وصول لمقامات الاولياء في قابلهم وسعة صدرهم لاصحاب النقص في الشخصيات في حد هتضطر انك انت مش قادر خلاص لو تقدر تستغنى عنه وسعة صدرك ما استحمدش خلاص مش قادر اقرب من الشخصيات دي بس لو ما تقدرش تستغنى تشوف ربنا لي عمل معك كده وخلاه في طريقة هل وفاة الاهل دليل على غضب الله على الابناء قطرات الندى سيدنا النبي والده توفي قبل ما يتورد والدته الشريفة الكريمة السيدة امنة توفيت بعد ولادته بست سنين رضي الله عنهما فالنهاردة لا ده سيدنا النبي ده صلى الله عليه وستستغفر الله سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام اتحقق فيه كل الاسئلة التي تسألها فلا طبعا بس هي فيها معنى ان الواحد يطلع في الدنيا من غير مصادر تعليمه الرئيسية هو ربنا اللي يعلمه فلا طبعا مش غضب ولا حاجة كيف امنع نفسي من الافكار السيئة عن ذات الله النبي قال كده قال كل ما تجيلك الفكرة دي مش فكرتك ده اشطان جواكي بيقول الكلام ده او جواك هنعمل ايه نقول لا اله الا الله امنت بالله بصوت عالي نسمع نفسنا كده لا اله الا الله امنت بالله ده يطرد الفكرة يطرد الوساوس دي بعد فترة وصبري عليها شوية بس اهم معلومة تتحط في العقل ان ده مش حضرتك اللي بتقولي كلام وحش على ربنا ده الشيطان وانتي اللي زعلنا وبترضي عليه فاطمئن لي جات لنا كلنا بقالي بفترة كبيرة بتبدعي بدعوة انها تتحقق وبدأت اقرب من ربنا عشان يتيسر للموضوع ده لكن بدأت حس بنفاق اني بقرب لربنا عشان عايزة الدعوة دي هل ده نفاق مع ربنا وحله ازاي لا ده ده توحيد حضرتك لو بتقربي ربنا عشان عايزة منه حاجة ده مقام من مقامات الرجاء في الله وهنا السؤال لو ربنا ما استجابش الدعوة هتقولي والله من امصليه اه هنا ساعت هيبقى هنا في مشكلة ومن الناس من يعبد الله على حرف ان اصابه خير ان اطمئن نبيه طلع ربنا زي ما قال بيستجيب وان اصابته فتنة انقلب على وجهه هنا المشكلة لكن يعني لو حضرتك بتقربي ربنا عشان عايزة من ربنا حاجة هذه مقام في مقام اعلى ان الواحد يقرب من ربنا عشان ربنا يستحق لان ربنا ان ده مش نفق اه وقوصي حضرتك بحاجة انك تتعلقي باختيار الله لان ممكن ما تكونش الحاجة دي من نصيبك وما فياش خير والله اعلم اصلي الضحى مع الفجر ولا لا الضحى بيتصلى بعد الشروع بتلت ساعة سنة الفجر اصليها قبل ولا بعد لا بتتصلى قبل سنة الفجر ايه الحالة الوحيدة اللي سنة الفجر تتصلى بعد الفجر لما يكون خلاص الشروق هيطلع مش مباقي الا وقت صلت الفجر بصلي الفجر بعدين بصلي السنة بعد كده اخر سؤال عشان طولت عليكم النهاردة ابني بيصوم وما بيصليش ادعيله صلي قدامه ذكري بالصلاة بطريقة فيها تحبيب وهتكلم مع حضرتكم ان شاء الله عشان الوقت يجري بس بينا شوية مرة تانية ازاي نتكلم مع اولادنا عن الصلاة اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولا عظيم سلطانك شوفكم بقى اسبكم تتصحروا وبعد شوية على اون هيجي على ابواب الفتن يارب يكون في قيمة مضافة للقلوب والعقول ودعونا معكم في الفكر السلام عليكم بسم الله الرحمن